شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعالية الإعلان عن الخطة الاستثمارية للإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وذلك على همش أعمال قمة المناخ قاب 27 وخلال الفعالية أكد مدبولي أن الخطة الاستثمارية لإستراتيجية الوطنية تاتي من الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تم إطلاقها في مايو الماضي وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قامت بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ بوضع خطة وطنية للاستثمار المناخي بناء على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بهدف تسريع المساهمات المحددة وطنيا وخطة التكايف الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل